وإلى أسوان حيث مناسبة لم تكتمل فقد حجبت الشبورة المائية تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سنبل في أسوان احتشد الألاف لمشاهدة الظاهرة التي لا تحدث إلا مرتين في السنة ولكن التقرير التالي فيه المزيد مثل كل عام الجميع اصطفى منذ الرابعة صباحا لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سنبل في أسوان الظاهرة تتكرر مرتين في السنة فقط وقت مولد الملك وموسم الفيضان في الثاني والعشرين من أكتوبر ومرة أخرى يوم تتويجه في الثاني والعشرين من فبراير كم أنا سعيدة للانضمام إليكم ومشاهدة التمثير والأثار وأن أكون في مصر أصلي من أجل أن تظل مصر بلد السلام والأمن دائما ولكن بسبب الشبورة الكثيفة الشمس التي انتظرها الجميع خذلت أربعة آلاف شخص مصريين وأجانب وظهر التعامد الشمس السنة دي ما كانش لنا نصيب وكل الأعداد الغفيرة دي تشوفها لكن الحمد لله كان عندنا حضور قوي جدا وأغلبهم المصريين تلات تلاف وده يدل على أن في زيادة للوعي الثقافي عند المصريين أن هم يجوا ويشوفوا ظهر التعامد الشمس وزيارة المعبد رغم عدم اكتمال المناسبة فإنها كانت فرصة للاحتفال عندما انطلقت الفعاليات منذ اليوم السابق أمام واجهة معبد أبو سنبل شاركت فيها أربع عشرة فرقة من الأقصر والأسكندرية ومطروح والشرقية والإسماعيلية إضافة إلى فرقتين أسوان وتشكة الكل قدم إبداعته أنا فخورا بلدنا في حاجات جميلة كده الحمد لله وفرحانا بالأول مرة أزور الأثار بتاعتنا نفسي كان من زمان أزورها والحمد لله يعني كذلك افتتح وزير الأثار من دوح الضماطي ووزير الثقافة حلم النم نم ومحافظ أسوان مجد حجازي مركز توثيق عملية إنقاذ معبد أبو سنبل احتفالا باليوبيل الذهبي لذلك المشروع الغيوم أخفت الشمس وراءها فلم تتعامد على وجه رمسيسي الثاني ولكن تظل أثار حضارة ضربت بجذورها في التاريخ مشرقة بأصالتها وعظمتها